هنروح لخبر تاني معايا مهم جدا وهو من وزير الداخلية يبحث مع نظيره بجزر القمر تعاون الأمني في مختلف المجالات وده خبر مهم جدا استقبل اللواء محمود توفي وزير الداخلية محمد داود نظيره بجمهورية جزر القمر المتحدة الذي يزور القاهرة بصحبة وفد رفيع المستوى وتم خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك للجانبين برضو احنا معنا تأريل على الموضوع دا يا جماعة طيب نشوف التأريل ونرجع نتكلم عليه تاني في إطار التعاون الأمني بين مصر وأشقائها الأفارقة فقد استقبل السيد محمود توفيق وزير الداخلية السيد محمد داود وزير داخلية جمهورية القمر المتحدة الذي يزور مصر على رأس وفد أمني رفيع المستوى وقد تم خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك حيث أكد السيد محمود توفيق وزير الداخلية استعداد الوزارة لتقديم الدعم الفني والتدريبي للجانب القموري في كافة المجالات الشراطية بينما أعرب الوزير القموري عن اهتمام بلاده باستفادة الكوادر الشراطية القمورية من الخبرات الأمنية المصرية المشهود لها بالكفاءة في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب وقام الوزيران بتوقيع مذكرة تفاهم بين مصر والقمر المتحدة تضمنت تفعيل أطر التعاون الثنائي في عدد من المجالات الأمنية المتخصصة ورفع مستوى التنصيق المشترك بين الجانبين وقد قام وزير داخليات جمهورية القمور المتحدة بزيارة لأكاديمية الشرطة استقبله خلالها قيادات الأكاديمية واطلع على منشآتها وكياناتها التدريبية والتعليمية المختلفة بخاصة مركز التدريب الأمني الدولي بمركز بحوث الشرطة والذي يطلع بعقد دورات تدريبية للكوادر الأمنية الإفريقية وزار المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام المنشأ حديثا لتدريب الكوادر الأمنية المحلية والدولية على عمليات حفظ السلام كما شاهد جانبا من التدريبات العملية لإطالبة كلية الشرطة على المهام الأمنية المتنوعة الوزير الكوموري زار المعهد القومي لتدريب القوات الخاصة وشاهد إمكاناته التدريبية الكبيرة لإثقال مهارات رجال الشرطة بما يؤهلهم لآداء أصعب المهام تضمن برنامج زيارة وزير داخلية جمهورية القمر المتحدة قطاع الأمن العام حيث شاهد محاكاة لمسارح الجريمة التي يتم التدريب فيها على كيفية فك لغز القرائم المتنوعة وفي ختام الزيارة أهدت وزارة الداخلية المصرية إلى وزارة داخلية جمهورية القمر المتحدة كمية من المساعدات التي تسهم في دعم الأجهزة الأمنية في جمهورية القمر المتحدة لآداء المهام الأمنية بها وهو ما يأتي في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه مصر لأشقائها الأفارقة في المجال الأمني وانطلاقاً من إيمانها بأهمية دعم رسالة الأمن والاستقرار في كافة دول القارة مهم جداً جداً التواصل مع الأشقاء اللي بتقوم بيه وزارة الداخلية والحقيقة اللي هو محمود توفيق وزير الداخلية بازل مكوت كبير جداً مهم جداً جداً التواصل ده ومهم جداً كمان الخبرات اللي عندك تنقلها للدول الصديقة ويبقى فيه تبادل خبرات ده بيعمل تواصل جيد جداً في العلاقات